ايه رايك في البرنامج يا تيتا؟ كنت رائعة وكنت منورة تلفزيون دول عملولي برنامج مخصوص لوحدي كل أسبوع هصور حلقتين ألف مبروك يا حبيبي تستهلي كل خير الحمد لله يا تيتا حلمي كله بيتحق عشان انت طيبة تستهلي كل خير يوه الراجل صاحب البيت بكرة هيجي عشان ياخد الإيجار كان إيه اللي خلاني أبيع بس البيت بتاع ماما مانا كنت قاعد فيه بلاش أما عدي الفلوس بقى اللي بقية من بيع البيت كويس لسه معايا فلوس بس هو الراجل صاحب البيت ده ما بينساش أبدا لازم كل شهر يجي ياخد الإيجار أنا أحسن حاجة مردش عليه وما افتحلوش البيت عشان اما يجي يفتكرني مش هنا ما يسيبني قاعد في البيت من غير مدفع فلوس هي الناس ما بقاش عندها رحمة ولا إيه صباح الخير يا أرو تيتا صباح الخير إيه اللي مسحيكي بادري كده ما أنت عارفة أني بحب أصحى بادري بس يا تيتا انت مباه كنت تعبانة يعني المفروض تنامي وترتاح الحمد لله حاسيت أن أنا كويسة صحيت بادري وانزلت عشان أشوفك بقى وانت رايحة للمدرسة ولو إن كان زمانك دلوقتي في الكلية مش في المدرسة الله يستمحها بقى عفاة الله يرحمها أنا أصلا خلاص يا تيتا نسيت ومش دعلانة مش هتفرق هخلص السنة دي وبعد كده أدخل الكلية إن شاء الله ربنا هيكرمك يا حبيبتي بس أهم حاجة لازم توفقي ما بين شغلك وما بين البرنامج اللي بتطلعي فيه في التلفزيون والمذاكر أكيد طبعا يا تيتا الفترة اللي هيكون فيها امتحانات هسيب البنات هم اللي يشتغل وانا هتابع الشغل بس عشان المطبخ يبقى مظبوط وانا خلص امتحانات بقى طبعا هكون معاهم طيب قوللي بقى عندك أردارات النهاردة محتاجة مني مساعدة أو تاخد رأيه طبعا يا تيتا لازم أخد رأيك الأكل مش بيطلع مظبوط خير بإرشاداتك الجميلة بس أنا مش عايزك تتعابي عايزك ترتاحي يا بنتي ما أنا قاعدة فاضية طول النهار عايزة أشغل وقت وبعدنا ما بروح معاك المطبخ بتاعي بنسى التعب خلص يا تيتا بعد مرجع من المدرسة هاخدك معاي أما ادخل المطبخ بقى أعمل الصندوشات اللي هاخدها معاي المدرسة وكمان مش عايزة الكبكيك اللي صحابي كانوا طلبينه مني كل شوية بقى يقولولي انت شيف كبيرة لازم تزبطينا أيوة طبعا أصلا أي حد بيدوق الحلويات بتاعتك بيتجنن عليها هو مفيش حد هنا ولا إيه هو أنا كل مرة لازم أجي ورن الجرس بالطريقة دي عشان أخد الإيجار مفيش مرة يعدي علي هو يدير الإيجار زي باقي الناس المحترمة بعدما يخلص المدة بتاعته مش هأجر له البيت تاني يوه ما تمشي بقى هتفضل تخبط وترن الجرس إيه الإزعاج ده هو مش عايزة يمشي ولا إيه أمر لله هبقى جيله بكرة تاني أخيرا مشي أم كامل النوم بقى عشان عرف أصهر بالليل أصحاب الحلوين عاملين إيه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات يلا نزلوا حالا تحت الفيديو أعملوا لايك اللي مش مشترك يشترك في القناة واكتبولي كومنت حلو وقلولي رأيكم في الفيديو يلا حالا نعملوا لايك بحبوكم يا أحلى أخوات في الدنيا يلا بقى تفضلوا الكبكيك اللي وعدتوكم بيه قلولي إيه رأيكم بقى ما انت يعرفة رأينا طبعا بكرة بقى هتعمللنا دونت ده انتوا بتستغلوني بقى طبعا ما انت صاحباتنا هو احنا هنسيبك ده انت اللي هتعملي كل الحلويات بتاعت الحفلة بتاعتي طبعا هعملك أحلى حلويات هو قادم اتأخر كده ليه مش متفق معانا انه هيجي يصهر النهاردة ايوة يا سيدي قال انه هو جاي اما اتصل بيه قالوا ايوة يا قادم ايوة يا زين اتأخرت ليه كده يلا تعالى عايزين نصهر صهرة حلوة وقت معاك فلوس النهاردة هتبقى صهرة مش عادية ماشي جاي لكم اهو يلا سلام وبعدين الفلوس قربت تخلص مش مشكلة انا عصرفها وابسط فبعد كده ابقى شوف هعمل ايه اهلا اهلا عم الشباب عايز بقى اصهر النهاردة وابسط هنبسطك يا عم بس اهم حاجة جبت الفلوس معايا فلوس كتير ما تقلقوش يلا يا عم يا الدنيا ساكتك ده ليه شغلنا احلى اغاني عايزين نرقص للصبح لا يا فاند الوردر بتاع حضرتك هيكون جايك كمان نص ساعة هبعت لحضرتك الديليفري على طور ايوة تمام لا لا خالص ما تقلقيش مع السلامة هيا اروى يا حبيبتي خلصتي طنطم معادل مكلماني عايزة الوردر بتاعها عايزة حلويات العروسة توصل على البيت بادري قبل المعزيم كلهم ما ييجوا الوردر بتاعها كله جاهز يا تيتا ومستنيها بس الديليفري هيجي يقضي يوصله ماشي يا حبيبتي يا رفع راسي ياه الحمد لله اخيرا رجعنا البيت النهاردة كان يوم طويل ومتعب ايوة ما شاء الله الوردرات كانت كتير على الرغم يا تيتا ان اليوم كان متعب بس انا كنت مبسوطة قوي عشان كل العمل اكلموني وشكروني على الوردرات حسيت بالنجاح يا تيتا ربنا ينجحك في كل حياتي اطلع بقى اخد شاور عشان نتعشه واقود اذاكر شوية ماشي يا حبيبتي وانا كمان عايزة نام وارتاح ده نصح يا من بدري مش لازم تيجي معايا بكرة يا تيتا خليكي قاعدة في البيت ومرتاحة وانا هاعود لوحدة هنا بقى اعمل ايه ده انتي عاملالي قوضة حلوة في المكان بتاعك بارتاح فيها ربنا يخليكي دايما جنبي يا تيتا طب يلا بقى تلا يخد شاور عشان ناكل وتلحاق تذكري عاضر هي دي البنت اللي انت كنت متضايقة منها يا عفاف انت وطلعت محترمة ومؤدبة مش الودقادم الفاسد اللي معرفش عنه حاجة وبعدين بقى في الراجل السخيف صاحب البيت ومش عايز يبطل كل شوية يجي عايز الاجار عايز الاجار وانا هجيب له بقى فلوس منين ما خلاص الفلوس خلصت المفروض يكون عنده رحمة ويسيبني قاعد يعني اعود في الشارع فانا احسن حاجة مفتحش الباب ومردش عليه وهو زي كل مرة هيزدق ويمشي بقى كده يا قدم ماشي ما بتردش عليا انا عارف ومتأكد ان انت في البيت بس ماشي هديك مهلق يومين ثلاثة ايه ده ده زين هاكيد عايز نخرج معاهم هالو ايه يا قدم مختفي فيه ما بتجيش ليه هاقصلي هاقصلي كنت اتعبان شوي طيب مش هتيجي تأسهر النهاردة ولا ايه هاقصهر لا لا مش هينفع النهاردة شاكلك كده مش معاك فلوس هو انت بقيت فقير ولا ايه انا لا طبعا فقير ايه ده انا باشا ومعايا فلوس كتير طب يلا يا باشا يا بو شباب تعالي عشان هنقضي صهرة جامدة النهاردة طيب طيب هاجيلكم هاعمل ايه بقى دلوقتي كل الفلوس اللي معايا خلصت كده هيبقى شكل وحش قدام صحابي ولازم افضل الكبير في نظرهم انا هتصرف ايوه لقيت الحل انا هبيه الموتسكل ده وهيبقى معايا فلوس كتير ولو اني يعني بحتاج لك كتير بس مش مشكلة بعدين ابقى اشتري واحد تاني انا جيت يا شباب ومعايا فلوس كتير هنصهر للصبح يلا الكبير كبير يا صاحبي هتفضل باشة العمر لا يا قدم احنا ما اتفقناش على كده انت كده تبقى عايل هانت تجننت ولا ايه انت بتقول علي عايل انت نهايتك هتكون النهاردة ايه اللي بيحصل هنا ده انا لازم اترضهم برا بدل ما يعملوا لي مصيبة انا بقى هقف استنى الوادي اللي اسمه قدم ده هنا عشان اتأكدوا انه موجود واتسل بالشرطة بقى تيجي تترضه برا البيت طالما بقى ما بيدفعش الايجار اهو رجعوا اما اروح بقى بلغ الشرطة ياه انا تعبان عايزة نام مش قادر ايه ده ايه سوط عربية الشرطة ده هم عارفوا بالخناق ولا ايه وجايين يقبضوا علي اما قوم ابص من الشباك يانهر ابيض ده الراجل العجوز صاحب البيت ومعاه ظابط الشرطة يعني خلاص هيتردني هاروح فين بست فين الفلوس بتاعتي يا هاروامي اتفضل اطلع برا البيت انت لازم تسلموا البيت حالا انت ما بتدفعش الايجار طيب هروح فين بست ده انا مسكين وخلبان غلبان ازاي ده انت ولد فاسد وانا غلطان ان اعجرت البيت لواحد زيك عوضي على الله باعف الفلوس اللي راحت يلا تفضل تسلموا البيت من غير مشاكل وإلا هنقبض عليك لا لا خلاص انا اصلا ماشي هاخد شنطيته وامشي وبعدين بقى هنام في الشارع يعني هاروح فين اروح فين ايوة مفيش مكان اروحه غير عند بابا هو بابايا ايه المفروض بقى يخليني اعيش عنده بس ده من زمان اللي شافني ولا شفته ايه مش مهم فأنا هاروح له بس افتكر العنوان فين فين ماما كانت دايما تقول لي ان هو عايش في الفلا مع امراته التانية انا احسن حاجة هاروح الشغل اسأل عليه هناك بس دلوقت ايه ده هنام في الشارع كده زي الشاحتين والفقرة ده ايه الحظ ده ليه انا ما كنتش غني زي الاغنية اللي فلوسهم ما بتخلصش يا بنتي ما تقلقيش دي الحفلة دي حفلة اختي الصغيرة يعني كأنها لنفسي بالزبط شكرا يا اروة انتي احلى اختي في الدنيا اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بيكم طبعا النهاردة معدنا مع حلقة برنامج الشيف اروة يلا يا شيف اروة بقى قولنا النهاردة هتعمل لنا ايه الاول طبعا برحب بالمشاهدين الغليين اللي دايما بيسعدوني بمكالمتهم واتصالاتهم طبعا ما تنسوش هسيب لكم رقم التليفون على الشاشة عشان اللي عايزة تواصل مع الشيف اروة هيا يا شيف اروة قولنا بقى هتعملي ايه هقدم لكم النهاردة كيكة الفواكه بالكريمة واو دي حلوة قوي انا بحبها هي فعلا كيكة خفيفة وطعمها حلوة قوي ونستقبل معنا اول اتصال الو ازايك يا شيف اروة اهلا وسهلا بحضرتك حضرتك منورة الشاشة جدا انا عايزة اقولك ان انا عملت الكنافة النابلسية بالطريقة اللي قلتي عليها هلوة جدا جدا عجبت كل العيلة طيب الحمد لله ان هي عجبتهم انا بشكرك قوي ودايما ربنا يوفقك شكرا لك يا قوي نورت البرنامج يا سلام عليك يا اروة يا حبيب منورة شاشة التليفزيون اما اتصل بيها ومعنا اتصال تاني ونقول الو الو ازايك يا مونة الحمد لله ربنا يخليك ازايك يا شيف اروة الحمد لله الصوت ده مش غريب علي عرفت صوتي طبعا تيتا عرفت صوتك منورة شاشة التليفزيون يا شيف اروة انتي اللي منوراني بصوتك في التليفون يا تيتا ده جدتك بقى بتحبكم تابع المرنامج تابعا انتي مش بتسيب ولا حلقة الشيف اروة دي حبيبتي ربنا يخليك اليها يا تيتا تيتا طبعا هي اللي كان بتدعمني من وانا صغيرة وهي اللي ساعدتني وشجعتني عشان اوصل للي انا في دلوقتي انتي اللي مجتهدة وشطرة يا شيف اروة وعندك اسرار الفضل لربنا وبعدين ليك يا تيتا ربنا يخليك الي ويخليك اليها يا حبيبتي ايه ده هو انا فين هو انا ايه اللي نايمني في الشارع كده ايه ده انا صحيح نسيت الراجل العجوز طرادني اه انا كنت ناوروح لبابا يا الساعة بقت كام ياه الساعة 12 هو انا نيمت كل ده اما الحق بها روح لبابا في الشغل هو اقول له ياخد نعيش معاه تاكس نعم في حاجة اه لو سبحت بسأل على واحد بيشتغل هنا اسمه طلعت اه ده ميشي بدري النهاردة ميشي بدري طيب ما تعرفش عنوانه فين ايه اعرف عنوانه انت مين انا انا قريبه وكنت مسافر ومعرفش العنوان بتاعه وعايز اروح ازور طيب تمام هكتب لك العنوان يا سلام يا بابا بقى عندك الفلا الحلوة دي كلها وسايبني عيش بعيدة عنك ده انا لازم عيش معاك ده انت اكيد معاك فلوس كتير مش انت متجوز واحدة خانية نعم انت مين ايه ده يا بابا انت مش عارفني انا ادم ابنك ادم ابني انت ايه اللي جابك هنا عايز ايه عايز اععد معاك يا بابا مش انت بابايا المفروض تكون حنايا علي ده انا ماليش غيرك وماليش مكان اععد فيه انا هععد معاك هنا يا بابا ولازم تصرف علي اصرف عليك ايه انت ولد فاسد فاشل ازاي يا بابا تقول علي كده ده انا ابنك طول عمرك راميني ومش عايزني. بس انا بقى لو مش انت. هموت نفسي وموتك. انت بتقول ايه? لا لا ازاي? انت ابني. عايز ايه يعني? عايز اعيش معك في الفلا هنا يا بابا. مش هينفع. مراتي مش هتوف. هيقنعها يا بابا. انا محتاج فلوس. وعايز فلوس كتير كمان. وانت بقى بابايا. انا مسؤول منك ولازم تصرف علي. اه قديك فلوس. عشان تصرفها في الفساد والفشل. وبعدين ما تروح تشتغل اي حاجة. وتصرف على نفسك. انا اصلا مش عايز اعرفك. ومش بقول ان انا ليه ابن. طيب ماشي يا بابا. خليني اعود عندك بس يومين. لحد اما شوف هامل ايه? ماشي. هم يومين بس. استنى بقى عندك. اما اطلع اتكلم مع امراتي. واقنعها. داليا يا حبيبتي. اه كنت عايز اه اطلب منك طلب. عايز ايه طلعت? ادم ابني. هيقعد معانا يومين بس. لحد اما يلاقي مكان. ابنك ايه ده كمان اللي انت عايز تجيبه يعيش معانا. لا. ما انا قلت لك هم يومين بس. لحد اما يلاقي مكان. خلاص خلاص. هم يومين بس. بقى كده يا بابا. ماشي. انا اصلا بكرهك. يلا ادخل. بس هم يومين وهتمشي. انا مش عايز واجع دماغ. حاضر يا بابا. هم تحت دلوقت مشغولين. اما ادخل القوضة. من غير محد يشوفني. ايه ده? الحقني يا طلعت. ابنك بيسرقني. استانى هنا يا مجرم. يا اختارة. شافتني قبل ما اخد الفلوس والدهب. بس مش مشكلة. اكيد هبقى ارجع تاني. بس حلوة اول الفكرة دي. هاسهل طريقة اجيب بها فلوس. هادخل البيوت الفضية. هاسرق الفلوس والدهب اللي فيها. المهم دلوقتي اروح فين اروح فين. ايوة. انا ابتكرت حاجة مهمة. الواد زاكي. ده كان شغال مع عصبة كبيرة. انا اخليه شغالني معاه. انا عايز فلوس. اهم حاجة في الدنيا الفلوس. ياه. انا مفتقدة جدا جو العيلة. بابا وماما. واخويا. ماما ماتة الله يرحمه. وبابا مش بيسأل عني. واخوي حياته كلها غلط في غلط. يا خسارة. كان نفسي نبقى قسرة حلوة. ويبقى لي زكريات جميلة معاكم. يا خبر نسيت الدوة بتاع تيتا. لازم تغضو في معايده. يلا يا تيتا جبتلك الدوة والماء. يا حبيبتي انا كويسة مش محتاجة الدوة بقى خلاص. لا يا تيتا. الدكتور قال لازم تغضي الدوة في معايده. حاضر يا اروح. شكرا يا اروح يا حبيبتي. كنت عايزة اقول لك حاجة بقى يا تيتا عشان اخد رأيك. قولي يا حبيبتي. عايزة اشتري عربية يا تيتا. فكرة كويسة يا اروح. احسن لك يا بنتي من المواصلات. طيب يا تيتا هاخذك معايا بكرة بقى. نرح نتفرج على العربية اللي هشتريها. ماشي يا حبيبتي. بس لازم تتعلم السواء الاول. اكيد طبعا يا تيتا. هو انا همشي بيها ازاي. وفرصة برضو اتعلم انا كمان. ماشي. هعلمك انت كمان السواء. ده انا بهزر معاك. سواء ايه بس اللي هتعلمها على اخر الزمن. اخر الزمن ايه بس يا تيتا. طب ده انت الشباب كله. اه يا بنتي يا اروح من كلامك الحلو ده. الوات زيكو كان دايما ببقاعت هنا. يا طره راح فين. خلاص ادعمش دلوقتي وابا رجع له تاني. جايز يكون راح طالعه كده ولا كده. ما هو الشغل بيحلوه الليل. هلوة العربية دي يا حبيبتي. خلاص يا تيتا. هاخد العربية الحامرة دي. مبروك عليك. ايه ده? مش دي جدتي. واللي معاها دي اروح. هي اروح رجب العربية دي اللي بيتجربها. معقول تكون هي اللي بتشتري العربية دي. ده واضح كده ان بقى معاهم فلوس. ايوة. هلوة كده. لقيت المكان اللي هيعود فيه. تيتا حبيبتي. هاروة اختي. اهدم. اهدم? لنا جدتك. ولا عايز اعرفها. وانا مش اختك. سامحيني يا تيتا. سامحيني يا اروح. انا ندمت على اللي حصل زماني. وتبت. انا ظلمت نفسي. وظلمت ماما. عايزكم تسامحوني. انا تايح وضايع. ومش عارف اعمل ايه. انا ما صدقت لقيتكم. كنت بدور عليكم. عايزكم تسامحوني. وعايز اعيش معاكم. انا محتاج لكم قوي. انا عارف ان ظلمتك يا اروح. بس انت طيبة قوي وهتسامحيني. وانت يا تيتا. انت اكيد زعلانة مني. على اللي حصل. بس خلاص انا بقيت انسان تين. ملص يا ادم يا ابن. لو انت فعلا اتغيرت وبقيت انسان كويس. ماخدك تعيش معاك. انا واروح اختك. بس يا ريت يا ادم تكون اتغيرت بجد. وبقيت انسان تين. صدقوني. انا فعلا غلطان. طب يلا يا ادم تعال معانا. يا سلام. ده انتو طيبين اوي. انا عرفت ان انت بقيت مشهورة يا اروح. وبتطلاي في التليفزيون. ايوة. يا ريتك كنت شاطر وفلح زيها. مش فاشل وعابط وترفدت من المدرسة. خلاص بقى يا تيتا ما اتفكرنيش. انا اصلا مش مشكلة بقى ان انا ترفدت من المدرسة. ايه المهم ان انا هعيش معاكم هنا. وابقى مبسوط. بس لازم تشتغل يا ادم. مينفاش تقعد من غير شغل. اه 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 اكيد طبعا هشتغل. مال هعمل ايه? طيب ايه رأيك تشتغل معي? في مصنع الحلويات بتاعي. هو مصنع صغير كده على قدي. اه بس انا مش بفهم في الحلويات. يعني ممكن ابقى اشتغل بعد كده في اي حاجة تانية. على العموم هنسيبك شوية. لحد كده ما تفوق وتبقى كويس وتتعود على قاعدتنا وعلى نظامنا. وبعد كده تبقى تشتغل. وانا هديكي الفلوس اللي انت عايز. وانا كمان يا ادم. ياريتني لقيتك من زمان يا تيتا انت وارو. انا عايز فلوس يا تيتا. عايز فلوس لي يا ادم. من النهار ده الصبح ديتك فلوس. اصلي يا تيتا. عايز اشتري مجموعة كتب. عشان يعني اتصقف. بما ان يعني اترفدت من المدرسة. عايز احاول اتعلي. طيب وتشتري كتب ليه? ما تذكر في الكتب بتاعت اختك. اه اصلي الكتب التانية احسن يا تيتا. ماشي يا قاد. ادخل هات شنطتي من جو. اما اخدش وقية فلوس من الشنطة. قبل ما اديها لها. عشان ما تاخدش بالها. غريبة قوي. في حاجة يا تيتا. الفلوس اللي في الشنطة نقصة ليه. يا تيتا هتلاقيك تلغبطي في عدد الفلوس. هو انت يعني بتعديهم. انت تلاقيك بتنسي يا تيتا. ما انت ستة كبيرة. اصدق ايه يا ادم. ان انا كبرت وخرفت. انا عدى الفلوس كويس. هيو يا تيتا. ايه المهمة بقى دلوقتي. بعديهم بعدين. اديني بقى الفلوس اللي انا عايزها. ماشي يا ادم. هتديك الفلوس. بس ما تتأخرش برا. شكرا يا تيتا. مش مرتح حالك يا ودي يا ادم. هاروة دلوقتي في المدرسة. وتيتا نايمة. اما ادخل قوضة ااروة. هاخد منها الفلوس اللي انا عايزها. انا كنت عارفة ومتأكدة يا ادم. ان انت عمرك ما هتتعدل. ادم. اه تيتا. انت اه اللي مصحيكي بادري كده. انت اه اللي مدخلك في قوضة اختك دلوقتي كده. وبتدور على ايه. اه ده انا. اه ده انا كنت بدور على الكتب يا تيتا. اطلع برا يا ادم. احنا مش عايزينك. انت فاشل. وهتفضل طول عمرك فاشل. اطلع برا. مش عايزة اشوفك. يا خسارة. كنت فاكراك اتعدلت. ادم فين يا تيتا. عايز اغضم معايا. عشان يتعلم الشغل. وكنه يشتغل معايا بقى. بدل ما هو قاعد في البيت كده. ده ما يستهلش يا بنتي. انا طردته خلاص. ايه? طردتي ليه يا تيتا? عشان طردته مش عايزة اشوفه تاني. بقى كده يا ادم. بتخدعنا وبتضحك علينا. انا كمان مش عايزة اشوفه. انا كنت فاكرا انه تغير. كويس انه مشي. ده كان ممكن يقزي حد فينا. ايه ده? مين? ادم? يخرب عقلك يا زكي. انت فين يا ابني بقى لك كتير بدور عليك. ما انت عارف? مشغول. طبعا مشغول مع الاصابة اللي بتشتغل معاها. بقولك ايه? انا جاي لك عشان اشتغل معاك. بجد. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده انت حظك حلوة اوي. ده الزعيم بتاعنا. داخل عملية كبيرة. لو دخلت معنا في العملية دي. هتاخد مكسب حلوة اوي. بس هو عايز رجالة كتير. عشان تأمن المكان. ده انا حظي حلوة بقى. هدخل معاكم في التقيل كده على طول. اهم حاجة تقولي هاخد نسبة قد ايه. يعني انت لسه اول شغلانة وبتتفق على النسبة. ما تخافش. هديك مبلغ كويس. المهم بس العملية تتم بأمان. هم ما تقلقش. هيا زاكي قولي. هندخل ايمتا على البنك. ما تستعقلش اتقل. الزعيم هيبعت لنا رسالة. بمعادة دخول. اهي الرسالة جت. يلا بينا. ايه ده? ايه الشرطة? يا ابني الايه? يعني اول عملية تشتغل فيها معانا. الشرطة تقبض علينا. ده اندباين عليك فقر. يلا نهرب من الباب الخلف. انا عارف ومتأكد انه مش هنعرف نهرب. السرطة اكيد محاصرة كل البنك. هو ايه اللي انا عملته ده? يعني اخرتها ادخل السجن. كنت فاكرة ان هيبقى معايا فلوس كتير. اما اسرق. بس للاسف. فشلت حتى في السرقة. انا طول عمري انسان فاشل. فاشل. هي اروى اختي اهيه. ما كانتش بتسرق. وكانت عايشة بعيد عن ماما. ودلوقتي نجحت في شغلها. وبقى معاها فلوس كتير. وعايشة في بيت كويس. ومعاها عربية. من غير ما تسرق. بس عشان فعلا اروى. قلبها طيب وتستهل الخير. يا خسار علي جرالي. يا طار هعود كم سنة في السجن. ما خلاص بقى. هو انت اول واحد يدخل السجن ولا ايه? يا ام كلها سنتين تلاتة. ونخرج نكمل شغلنا عادي يعني. سنتين تلاتة? انا اول مرة ادخل السجن في حياتي. ارجوكم خرجوني من السجن. مش عايزة اعود. انا مش عايز. بقولك ايه? انت باين عليك كده هتصدقني. انا هطلب منهم ينقلوني سجن تاني. مش عايزة اعود معاك. يا حضرة الظابط. ارجوك يا حضرة الظابط. عايزة اقول حاجة. ايه الدوشة اللي انت عاملها دي? عايز ايه? ارجوك يا حضرة الظابط. عايزة اشوف اختي اروى. اقو جدتي. يا خبر. اتحبس. يا دي مصيبة. الحائن يا اروى. مالك يا تيتا تيتا عبانة? ادم اخوك يا اروى. ادم اخوك دخل السجن. وفي واحد بيقول ان هو عايز يشوفنا ضرور. دخل السجن? اكيد عامل مصيبة يا تيتا. انا كنت عارفة ان دي هتبقى اخرته. يلا يا بنت نروح نشوف. تيتا اروى. تيتا ايه? وزيفت ايه? انا عارفة. الفسد اللي زيك لازم تكون دي اخرته. ليه توصل لكده يا ادم. ليه? يا ريتني كنت طلعت زيك يا اروى. بس ماما هي السبب. هي اللي علمتني اكون قناني. وما بحبش غير نفسي. وعايز الفلوس وبس. يا ريتها كانت ثابتني انا كمان لتيتا تربيني. انت اخترت الطريق الصح. تشتغلي. وتكوني نفسك ويبقى معاك فلوس. وانا اخترت الطريق الغلط. وبرضو ما بقاش معايا فلوس. انا ندمين على كل اللي عملته. عايزكم تسامحوني. وعايزكم تقفوا جنبي. نقف جنبك ايه? ده الضبط ابعد عليك وانت بتسرق البنج. يعني محبوس محبوس. مش طالع دلوقتي خالص. انا ممكن اتحبس سنتين او تلاتة. عايزكم تزروني وتتطمنوا علي. ما تتبونيش ابدا. لو انت ندمت بجد. وتبتي يا ادم. هكون جنبك ومش هسيبك. وهبدل زورك لحد ما تخرج. يا ريت يا اروى. واوعدك ان انا هتغير بجد. وهبقى انسان تاني. بس اخرج من السجن ده. لازم تقرب من ربنا يا ادم. ولازم تصلي. وتد يا ربنا وتطلب منه. انه يسامحك ويغفر لك. ايو. انا لازم اصلي. انا عمري ما صليت. ولا عرف يعني ايه صلاة. لو انت تبت بجد يا ادم. ربنا هيساعدك. يا رب انا تبت بجد. يلا يا تيت عشان تاخدي الدوة. شكرا لك يا اروى يا حبيبتي. مع انك مشغولة في كليتك وفي شغلك. بس برضو بتديني الدوة بنفسك. انتي اغلى حاجة في حياتي يا تيتا. ربنا يفرحك يا حبيبي التيتا. عايز اقولك بقى خبر كويس. ادم هيخرج النهاردة. الحمد لله يا بنتي. ربنا يهديه. وما يرجعش للتصرفات الغلط تاني. هو وعدني يا تيتا خلاص. انه مش هيرجع لأي حاجة غلط. ده بقى بيصلي. وبيركر قد جتير. وعايز يخرج ويشتغل يا تيتا. بس انا بقى طلبت منه يشتغل معايا. هفتح فرع تاني للمصنع. وهو اللي هيبقى المدير بتاعه. والله يا اروى فيك الخير. على الرغم كل اللي عملوه. وانتي برضو سامحتيهم. ما هو لازم يا تيتا الانسان يسامح. طب يلا يا حبيبتي. هتدوى بقى وروح انتي عشان ما تتأخرش على كل يدك. خلاص يا ادم كده. انت هتخرج من السجن. يا تيت بقى ما نشوفكش هنا تاني. لا خلاص يا حضرة الضبط. انا تعلمت الدرس كويس قوي. والحمد لله توبط. وربنا هداني. انا هبتدي حياتي من جديد. عشان انجح ان شاء الله. وانا متأكدة انك هتنجح يا ادم. شكرا يا حضرة الضبط. مع السلام. يلا يا ادم تعال اركب معايا العربية. لا يا اروح. انا هروح ادور على شغل. وكمان اشوف مكان اقعد فيه. لا يا ادم طبع. انت هتقعد معانا انا وتيتها. وكمان هتشتغل معايا. انا هفتح فرع جديد للمصنع. وعايزة مدير للفرع ده. ايه رأيك? بجد يا اروح. يعني انت سامحتيني. انا حاسة ومتأكدة ان انت تغيرت خلاص يا ادم. ورجعت اخويا اللي كنت بلها بمعا زمان وكنت بحبه. دلوقت بقى هنشتغل مع بعض. يلا بينا بقى عشان نفرح تيتها. اول مرة في حياتي. احس ان انا مبسوط ومرتاح. ان شاء الله دايما هتبقى مبسوط. يلا بينا.